السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن خسارة الهلال من صنداموز الجنوب إفريقي بهدف نظيف للعام الثالث على التوالي الهلال بواجه صنداموز في افتتاحية مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا في ملعب صنداموز والهلال بيطلع من المواجهة دائما بآداء ممكن يكون الناس تكون راضي عنه تماما لكن بنتيجة غير مرضية بالمرة وهي دائما أنت بتطلع بالخسارات ومؤكد واحد صفر واحد صفر وكمان حتى مرة اثنين مقابل لا شيء في المواجهة هذه شفنا الكثير من الحاجات مؤكد حنتكلم عنها في هذه الحلقة أول حاجة حابدا معكم بمقولة ممكن جدا راقت لي إنه الهلال كالطالب اللي كشف لي والامتحان أكثر من مرة ولسه بقدم نفس النتائج السلبية أو حتى بيرسب في الامتحان فدح المواجهة الهلال مع صنداموز الجنوب أفريقي خلونا أبدأ معكم أول حاجة بالمدرف لورون إبينجو التحضير لهذه المواجهة وقريتوا لقوة صنداموز الجنوب أفريقي قوة صنداموز أو حتى مستوى صنداموز الخطورة والمستوى العالي لدرجة بعيدة التفاهم الإضافات على مستوى المحترفين اللعيبة الأفارقة أو حتى اللعيبة الموجودين في جنوب أفريقيا بنتكلم عن فريق يا جماعة دائما فريق متميز حتى المستوى فيه يعني نسبة انسجام عالي لدرجة بعيدة بيتنوع على مستوى الهجوم بشكل متميز حتى طريقة لعبه فيها مستوى عالي جدا في التفاهم في الإمكانيات الفردية الجماعية الحوارات الفردية دائما صنداموز هو متفوق وده شيء نحن ممكن كلنا نتفق عليه ونثبته والهلال ممكن يكون بعيد شوية من أنه يكون في مستوى صنداموز لكن إنت محتاج تلعب خارج أرضك أو حتى تبدأ مباريات البطولة الأفريقية وتحاول في ملعب بريتوريا أو حتى في مدينة بريتوريا أماهب صنداموز عشان تحاول تطلع بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة بالرقم من إثباتنا نحن لأنه صنداموز كفريق لا يعلق عليه في التوقيت الحالي بالذات مع الأندية السودانية فبالتالي قراءة فلوران بالنسبة لصنداموز أعتقد أن قراءة يمكن تكون منطقية في البداية بالنسبة للمواجهة بأفضل عناصر الموجودين وممكن كلنا نتفق عليه العناصر كلها نحن متوقعين أنه يكونوا موجودين في المواجهة وعارفين أنه الإضافة الوحيدة اللي أعتقد أنه ما في زول إتوقع هي إضافة أنس على مستوى خط الهجوم في أنه يكون مع مكابل لوبو أو حتى مع محمد عبد الرحمن الغربان وذي يمكن أنا عزية لأنه يساعد إبراهيم إيمورو شوية في العوامل الدفاعية أو حتى الحوارات الفردية والالتحامات الجسمانية لأننا عارفين أن إبراهيم إيمورو ممكن ما يكون زي أطهر الطاهر في مسألة الالتحامات لكن بيغطي بزكاء على مستوى عالي جداً وأعتقد أنه كان نجمة المباراة بالنسبة من شق الهلال يعني من الشق الخاص بالهلال أو من لعبة الهلال هو كان النجمة الأول في الفريق في المستوى اللي قدمه سواء كان في الشق الدفاعي أو حتى في الشق الهجومي أو حتى شخصيته وتصرفاته اللي كانت في الجيم بالشكل العام فبالتالي أناس كان موجود في أنه يساعد واحد زي إبراهيم إيمورو بالنسبة للتشكيل بشكل عام هو التشكيل المنطقي والطبيعي لجاهزية الموجودة على مستوى الفريق على مستوى خط الدفاع الطيب وكمان حتى عثماني ديوف اللي نتوقعت أنه يكون موجود كأساس اللي نحن عارفين زي ما قلت لك من شوية اللي هو كشف الانتحان بحكم الهلال عنده مشاكل كبيرة جداً جداً على مستوى الفريق وعارف أنه مشاكلك الموجودة على مستوى سنترباك أو حتى قلوب الدفاع اللي عندك أنت فبالتالي قوة صندامز والانسجام العالي جداً جداً والإمكانيات الفردية المتميزة وبيلقوا نفسهم بشكل طيب وين دايماً منطقة الزون فورتين وكمان حتى المنطقة اللي هي قدام الثمنتاشر والحطة اللي بيلعب فيها محور الاتكاز أو حتى اثنين قلبي الاثنين من قلوب الدفاع الموجودين في الهلال ودي أس المشاكل الموجودة دايماً في الهلال عشان كده مهما كان أضفته عثمان ديوف والوطيب عبد الرازق ما كان في مستوىه أو حتى بواصل عدم المستوى الطيب فإذا مستحيل تلقى دفاع يكون في مستوى عالي من الانسجام وكمان حتى من أنه يشتغل بوضعية أفضل في مواجهات ممكن تكون بالمستوى العالدة مع إمكانيات أعتقد إنه إمكانيات فعلاً مهولة بالنسبة للشيق الهجومي الخاص بفريق صنداوز الجنوب بالذات في مواجهات بالمستوى دا لو اتكلمنا عن الفريق بشكل عام على مستوى خط الوسط شفنا أباقنا عبدو الأجقول وكمان حتى بلادين خضر البقبة خط المقدمة شفنا فيه أنس وكمان حتى الغربال وماكابي للوبو اليوم ما شفنا وفي الشرطة الثانية حاجة غريبة جداً وعلمت استفام عدم مشاركة هذا اللاعب في مواجهة اليوم الحاجة المهمة جداً حابية أتكلم عنها هي المشاكل الموجودة على مستوى خط الوسط هل المشاكل دي حالياً في الهلال ممكن تتحل في المباريات القادمة يعني مثلاً لو بتكلمنا عن منطقة البروكة المفروض العمل قدام خطة دفاع اللي هي أساس المشاكل وأصد المشاكل وهي الليلة اللي أقحمت الفريق في يخش في دوامة إنه خسر المواجهة الأولى وطبعاً المواجهة الأولى لو تكلمنا عنها هي نهاية المطاف مؤكد لا أنا بتكلم عن إنه في مشكلة حقيقية الناس كلهم لحظها إنه دايماً عندك مشاكل على مستوى البروكة اللي بتعمل في الشيقة الدفاعي دايماً في خط الوسط الدفاعي أو حتى في تعامل قلبية الدفاع مع الكرة دايماً إذا كانت شوفوا الأخطاء الموجودة على مستوى خط الوسط بالذات بنتكلم عن هدف اللي يسجل يا جماعة هدف مؤكد مسؤوليته أنا أسأل تتكلم عنها مسؤولية مركبة وده يمكن يكون حتى في عين كرة القدم إنها تكون مركبة بس أنا بالنسبة لي كان في إمكان الماتشنج التوافق زي ما تقول كده التغطية بالنسبة لاتنين واحد زي أباقنا أو حتى بلدين خضر بوكبة لو اتنين غطوا لبعض بشكل طيب أو حتى يتعندك الزكاة بتاعتك في المساحات من غير ما تحتك في الكورة تأكد تماماً قلت حتقد يعني بالنسبة لولدين خضر بوكبة الناس لو مشت تابعة الهدف تاني من الأول حتلقاه هو جانب اليسار بعيد جداً أباقنا طلع عشان يضغط الكورة الضربة تراو ولدين خضر بوكبة كان بعيد تماماً مسافة يجي يغطي عشان يجي بالعرض مؤكد اللاعب في الوقت ده كان سدد الكورة وكان المساحة قدامه كافية تماماً حتى هو ما سدد عشان الضايق أو ما لقى وبشن بتاع التمرير فهو سدد عشان هم يتأكد أن كورتو لو ما تسجلت هدف حتى تجي تتصدوا عندهم اللاعب المميز جداً موجود أو حتى اللعيبة وكمان حتى في عدم توافق على مستوى قلبي الدفاع والأهم من ده كمان لا في إمكانيات أعتقد أنها أضعف من المستوى اللي التي محتاج له على مستوى قلبي الدفاع بنتكلم عن الطيب عبد الرازق وبنتكلم عن محور الارتكاز اللي هو لدين خضر بوكبة اللي هما اللي اثنين إمكانيات أقل من إنك تطلب منها كل الإمكانيات بالمستوى العالي ده ونتكلمت قبل كده إنه أبسط مقاومات محور الارتكاز على مستوى فرغز الهلال بإلعاب إفريقية مفروض يكون في محور الارتكاز بإمكانيات على مستوى عالي وعارفين أنه أبقنا ما هو محور الارتكاز التقليدي رقم ستة اللي بيقعد يلعب في المنطقة تحديداً ده هو ممكن يأخذ الكورة يعمل بوكت بوكس بشكل طيب يحمل التحولات الهجومية يضغط معاك لكن في محور أساسي يكون موجود في الحتة دي عشان هو دفاعياً بشكل متميز لو وقف بس ممكن جداً يغطي زوايا التمرير بشكل متميز وده اللي يفتقده ولادين خضر بوكبا في كل 70 أو حتى 80 دقيقة اللي هو لعب في مواجهة اليوم وده هنا فريق كبير جداً بين الخبرة بتاعت اللاعب اللي بيعرف هو دفاعياً كيف يجيب خط الوسط مش دفاعياً موجود في الدفاع برضه هنا فريق بين بين واحد زي أحمد يحجى وواحد زي ولدي خضر بوكبا في إنه بتجيب مدافع واست محتاج مثلاً ولدي خضر بوكبا كلاعب خط وسط ما بيقدر يجيف الوقفة الدفاعية اللي بيو features فبتعمل تغيير بتعمل Gerry الوقفة الدفاعي في خط الوسط فيЭто الخبرات الموجودة في اللاعب بيلعب من زمنه أو حتى عمره يملعب على مستوى جلب الدفاع حتى ولو صغير في السين من الصعب توظيفه في مباراة بالمستوى العالي ده وكمان حتى كان فيه أخطاء كبيرة مع قوة فريق زي سانداونز اعتقدوني أفريقيا ما شفنا فريق زي سانداونز بيلعب العمق بالشكل المتميز والماتشنغ والتيك تاك والكورة الصغيرة وبجيده التمرر الطويل بجيده حتى جماعة الكورات القصيرة الصغيرة اللي تب ممكن بتحاول عشان تغطيها صعب جدا فتغطيتها دايما بتحايل ذكاء عالي جدا محتاج بلوك محتاج تقريب المساحات والهلال كان بعيد تماما الحجني الهلال كان بدافع على مدى أكتر من ستين سبعين متر على عرض الميدان وطور الميدان الهلال فاتح مساحاته بشكل كبير ورعب صانداونز بيجيده يعملوا التمريرات القصيرة الصغيرة وبالذات بتكلم عن خط وسط دفاعي بالنسبة ليك تايه تماما لا وكمان بتقحم أحمد يحي انه يكون موجود على مستوى خط الوسط اللي هو برضو أبعد تماما انه يكون حتى على مستوى خط الدفاع اللي يكون موجود على مستوى خط الوسط ويعمل البلوك الدفاعي بزكاء عالي على مستوى قفل المساحات لأن المدافع اللي بيكون موجود في سنتر باك الفريق ممكن جدا تكون الحوار الفردي بينه وبيننا اقرى الكورة زي اقرى طعب الرازق في الكورة اللي الطرط فيها تقرى الكورة بشكل طيب تعمل حاجات هي دايما ممكن تخليك مان تومان مع المدافعين لكن خط الوسط وضعيت ممكن تكون شوية تكون مختلفة في التغطية فينك تشيل الكورة وتطلع بيها وفي واجبات تانية اهمة او حتى بيكون الضغط فيها اعلى من واجبات المدافع اللي بيكون اخرزول عشان كده احمد يحيى فشل مع انه اللاعب ولادين خضر بوك بقدم فمستوى ممكن يكون هو مستوى طيب افضل السيئين الموجودين في الهلال لكن الهلال حيعاني في المكان ده اذا كان ما لقى العنصر او حتى لقى الخلطة التكتكية بالنسبة لفلوران ايبنجي في المواجهات القادمة على مستوى البطول الافريقية والاهم من ده كمان يكون في عنصر جاهز انه يقدم في المساحة دي الافضل حنشوف صلاع عادل حنشوف عدد من النجوم الموجودين فينه يقدموا الدور الافضل الدفاعي على مستوى خط الوسط يعني البداية بالنسبة للهلال بالشكل العام في الجيم هي بداية كانت طيبة لكن دائما بداية مع الفرق كبيرة زي سانداون زي انت محتاج تحفز نفسك كل شيء في عشر دقائق اول ربع ساعة اللي انت لعبته بداية المباراة هو شيء طبيعي انا بعمله ودفاعيا تكون متمرس وحتى التراجع اللي حصل من الهلال مفروض يكون في تراجع بعض الضغط اللي انت عملته معاناها انت بتقبل الضغط عليك والضغط الكبير اللي بيجيك من لعبة سانداون حتى على مستوى خط دفاعك وحتى خط الوسط والمحاولات مرارا وتكرارا تأكد تماما حجيك الاخطاء اللي هي كانت موجودة على مستوى خط الوسط او حتى التشتيت وعدم التركيز اللي دائما ملازمنا في كرة القدم السودانية وفي الهلال مؤكدين المشكلة دي اكبر على مستوى محور الارتكاز هجوميا الهلال شبهي انه كان ضايع تماما ما عادة تزديدة اباقنا في شوط اول شوط انا اعتقد انه كان محاولات من فلوران ايبينغي في انه يرجع الهلال في المواجهة انه كان خطير كان شرس كان متمرس جدا لعبته متفهمين جدا عارفين بيعملوا في شنو بيعملوا التقطي بشكل متميز دفاعيا واحد على واحد مميزين تنظيمين على مستوى الدفاع مميزين هجومهم اعتقد انه من الخطوط الهجوم اللي هتكون على المستوى الافريقي فيها تميز عالي جدا جدا في الاستفادة من الفرص مع انه ما استفادوا من الفرص كلها اليوم تأكد تماما لو استفادوا من الفرص كلها حتى الهلال سيطلع بفارق اقل حاجة ثلاثة او حتى اربع اداف في مواجهة اليوم يعني صراحة تفوق سيكون كبير لكن خلونا اتكلم برضو في جزئية مهمة جدا جدا الناس ما تكسى على اللاعبين هي بداية ونحن دايما شفنا معظم او حتى شفنا معظم فترات الهلال كانت كويسة جدا 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 ما شفناه بفوس خارج وداخل ارضه يا جماعة ما شفنا يوم الهلال يعني جمع 18 نقطة كاملة الخاصة بكل المجموعات او حتى كل المباريات الخاصة ببطولة دوري ابطال افريقيا معظم او حتى يعني افضل فترات الهلال دايما بمشوفوا انه بيعتمد اعتماد اساسي على مباريات الارضة التسعة نقاط بعد ذلك يحاول يفتش يجيب نقطة من برا عشر نقاط هي تأهلك لانت تكون في الدور اللي بعد كده على مستوى بطولة دوري ابطال افريقيا فبالتالي يعني زي ما بنقول بالعربي لن كسرت الجزازة ولن كشح الفيها الاهم من دينه المدرب فعلا هو عارف المشاكل وبعالف في المشاكل وشفناه التغييرات اللي حصلت في الشغط التاني وتغييرات الهجوم بتبين لك شخصة المدرب قدر شنو قوية ما مهتم بانه يكون الجارجو يقعد كنب الغربال يتغير في دقيقة خمسين او حتى دقيقة ستين يخش جومانه فبالتالي المجتهد هو بكون موجود في المواجهات فبالتالي دي عقلية كويسة جدا حتقود الهلال بشكل متميز لكن كيف تستفيد انت من الاخطاء اللي كانت موجودة وانه الانتحال لما يكشف لك في السنين اللي قبل ما تستفيد منها مؤكد حتى تتلضغ بعدين من الاهل ومؤكد انه حتى مواجهة اللي حتكون صعبة لدرجة بعيدة جماعة زي ما قلت الفرص موجودة النقاط موجودة نقاط الارض هي الاهمة انت كيف تجيب نقاط من خارج ارضك هي مباراة صندوز حتى ولو الاهل لاعب في كاس العالم الاندية تأكد تماما انه مواجهة صندوز هي الاخطر وهي دايما بالنسبة ليك صعبة لدرجة بعيدة ما بقول لك مواجهة الهلية حتكون اسهل لكن تكتيكيا على مستوى اللاعبين على كل المستويات صندوز افضل بكثير في مستواه فبالتالي في امكانك تمشي تجيب نقاط من برس وكان من القطن الكاميروني او حتى من الاهل الاهمة التركيز في القادم الهلال قدامه يعني قدامه مباريات اهمة قدامه وقدام المدرب مؤكد عمل كبير جدا جدا والاهمة الجمهور كيف يساند اللاعبين في الفترة القادمة انت عندك عمل كبير محتاج انت بتطمح انت تتقدم في البطولة عندك هدف واضح الهدف ما بينتهي في مواجهة واحدة الفشل ما نهاية الطريق حتى ولو رسبت في الامتحان لسه قدامك انك تعيد الامتحان اكتر من مرة وممكن جدا تنجح في الفترة القادمة عشان كده فلوران حيكون عنده عمل كبير جدا في الشق الهجومي في التنظيم الدفاعي الاخطاء اللي كانت موجودة خطأ طيب عبدالرازق الخطأ البداي لدرجة بعيدة الفكرة التوافق وحتى كيف تقرى الكورة جاي من وين يعني حتى الامتحان بالنسبة للطيب عبدالرازق في الكورة اللي اضطرت فيها ما عنده علاقة بانك معك لاعب جاي متحرك في انت معتاج تكسم نظرك مع اللاعب وتكسم نظرك مع الكورة لا هي كورة والوحدة كيف تكون قريتك معها حتى ولو كنت مدافع وانت كيف تندفع بالطريقة دي دائما ما بيشوف ويندو طيب عبدالرازق بعيد تماما من المدافع عثماني ديوب في مواجهة اليوم عشان كده جماعة خط الدفاع الموجود في الهلال يعني اطهر الطاهرة اليوم في مواجهة اليوم بالرقم الناس ما شايفاه انه قدم شي جيد جدا لكن افضل كتير من انه يكون سيء جدا المقابلة اليوم هي ما بتكون ما بقول لك انه بخطها في اطارة جيد لكن بخطها في اطارة المقبول في انه قدم شي برضو طيب في انه دفاعيا قويس كان متواجد افضل من الطيب عبدالرازق الاخطار اللي ممكن كانت بالجملة على مستوى برضو خط الوسص وكولادين او حتى احمد يحيى او حتى الماتشنج الموفوق او البيناتهم او حتى بنتكلم عن الخطة او الخلطة الموجودة على مستوى البروكة الموجودة الدفاعي بعد ذلك ابراهيم امورو هو اللاعب الافضل لسه ما شفنا مكابل لوبو من ايام ما مضى في الهلال ما شفنا المستوى اللي اتا محتاج له لكن المحاولات اللي كانت موجودة بالنسبة لعيب لاعب زي ياسر مزمل وكمان حتى بالنسبة لانس وبالنسبة حتى على مستوى خط الوسط بالنسبة لي اباغنا اللي كان يعني ما بقولك تايه تماما لكن ما في ما في ترتيب في الهلال وده اعتقد الناس كنت تتفهم فكرة انه الفريق فيه عناصر جديدة مدرب جديد وحاجات كثيرة جدا انت محتاج تصل لانه كل ما تمشي لقدام انت تتحسن بشكل افضل وده الشي اللي بنرجوه في انه في المواجهات القادمة تشوف الافضل بالنسبة الهلال على مستوى الاخطاء الموجودة ما تتكرر المشاكل الازلية الموجودة تتحلى او حتى تشوف تحسن على مستوى الحلول في المواجهات القادمة خسارة اعتقد انه مفروض يكون براها الكثير من التعديل بالنسبة الهلال في تنظيمه وفي النجوم اللي بيلعبه وحتى على مستوى الاختيارات صراحة على متسفههم كبير جدا جدا بالنسبة لواحد زي الغربال ومكابل لوبو والمفروض الماتشنج او حتى التوافق اللي مفروض يكون بيناتهم والتفاهم والانسجام في العملية الهجومية دي حاجات كلها حتتضح في الايام الجاية ما بين انه كيف حتتعلم من اخطاك والانت حتقدر او حتى حتواصل الاخطاء وما تتقدم في البطولة الافريقية وتكون هي المواجهات بالنسبة لي كهي مجرد تحصيل حاصل زي ما شوفنا في السنين الفاتة دي الرؤية بشكل عام بشكركم دايما على حسن المتابعة ومشاء الله دايما تأمين ولا أمين